نظمت إدارة الشؤون المعنوية لقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الوطني لتدريب والتعليم فعاليات البرنامج الوطني استراتيجية تنمية القيادة الوطنية بدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء أركان حرب طارق محمد هلال مدير إدارة الشؤون المعنوية والتي أكد خلالها أن البرنامج يهدف إلى تأمكين كل من يتولى منصبا قياديا بالدولة من أن يمارس عمله بإبداع من منظور استراتيجي شارك في البرنامج العديد من القيادات الوطنية بمختلف مؤسسات وهيئات الدولة وأفراد قوات المسلحة وقد رعي مشاركة عدد من ذوي الهمم في إطار حرص القيادة السياسية على تمكينهم ودمجهم في جميع البرامج والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة